السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي الطلبة في حصة جديدة للغة العربية درسنا اليوم بعنوان الحاكورة قصة قصيرة للصف السابع نتعرف أولا بكاتبة القصة هي هند أبو الشعر باحثة وكاتبة أردنية لها مجموعات قصصية منها شقوق في كف خضرة الحصان عندما تصبح الذاكرة وطنا ومرشاة عسكرية التي أخذ منها النص أما جو النص تتناول الكاتبة في نص الحاكورة بعضا من ذكريات الطفولة في البيئة الريفية ومظاهرها الجميلة ومدى تعلق الإنسان بها وما تمثله الجدة من قيمة مجدانية في حياة الإنسان الحاكورة قصة قصيرة نزلنا من السيارة بسرعة البرق تصابقنا أنا وشقيقي من يصل إلى بيت الجدة أولا كان أبي يحمل أكياسا كثيرة ويحاول أن يجتاز الطريق من السيارة إلى باب الجدة الكبير باب حديدي عال وفيه باب صغير له يد حديدية نتصابق على استخدامها والسيطرة عليها طرقنا بابها طرقات متوالية أمسكت باليدي وأبي يحثني على الطرق كان الصمت يملأ المكان لم نسمع صوت الجدة طرخ شقيقي بصوت يشبه صوت ديك صغير افتحي لنا يا جدتي أحضرنا لك هدايا انتشر القلق على وجه أبي وهو يضع الأكياس الكبيرة على الدرج العتيق أمسك شقيقي باليد الحديدية حين تركتها وبدأ يدق البوابة الكبيرة بإصرار طرخ بصوت عال جدتي افتحي لنا في البداية الفقرة الأولى تتحدث عن قيام العائلة بزيارة إلى جدتهم حيث أنهم نزلوا السيارة بسرعة البرق وهذا دلال على شوقهم إلى رؤية جدتهم كذلك تصابق الفتاة مع شقيقها حتى يصلوا إلى بيت الجدة كان والدهم أيضا يحمل أكياسا كثيرة في يده ويحاول أن يجتاز الطريق من السيارة إلى باب الجدة وهذا أيضا دلال على الاهتمام بها وتلبية احتياجاتها كذلك تصف الكاتبة هنا بيت الجدة حيث أنه يحتوي على باب حديدي عال أي كبير وفيه باب صغير له يد حديدية كان الأطفال تصابقون في السيطرة واستخدامها طرقوا الباب طرقات متوالية أمسكت الفتاة بيد الباب وبدأ والدها يحثها أن يشجعها على الطرق أكثر كان الصمت يملأ المكان وهذا ما يدل على أن البيئة الريفية دائما ما تكون هادية لكنهم لم يسمعوا أي صوت للجدة أو أي استجابة لطرقاتهم ثم صرخ شقيقها بصوت يشبه صوت ديك صغير وهنا صورة فنية حيث شبهت الكاتبة صوت الطفل الصغير كأنه صوت ديك صغير فقال الطفل افتحي لنا يا جدتي أحضرنا لك الهدايا وهذا ما يدل على اهتمامهم بها انتشر القلق على وجه أبي والدهم كان قلقا جدا لأن أمه لم تعطي أي استجابة لطرقاتهم ثم وضع الأكياس الكبير على الدرج العتيق أي الدرج القديم ثم أمسك شقيقي باليد الحديدية حين تركتها أي أن الفتاة هي التي تروي هذه القصة فكانت تمسك اليد الحديدية ثم تركتها وجاء أخوها الصغير وقام بمسك اليد الحديدية وبدأ يطرق الباب بإصرار وصرخ بصوت عالي جدتي افتحي لنا إذن هذه الفكرة تتحدث الفقرة في بدايتها عن قيام العائلة بزيارة جدتهم ولكنهم لم يجدوها في البيت فساد القلق عليهم جميعاً ننتقل الآن إلى المعاني التي وردت في الفقرة السابقة الحاكورة طرقات جمع مؤنث سالم لم نسمع لم نسمع فعل مضارع مجزوم بلم حين ضرف زمان طرخت التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل وهي تاء المتكلم أما الصورة الفنية التي احتوت عليها الفقرة طرخ شقيقي بصوت يشبه صوت ديك صغير شبهت الكاتبة صوت الطفل كصوت الديك الصغير كان أبي يدور حول الباب ويحاول أن يجد منفذاً وكان السفر قد أرحقنا جلست أمي على حافة الدرجة الكبيرة قرب الباب تخلى أخي عن يد الباب والتصق بأمي جلس على الدرجة الكبيرة وقال بدلال ماما أنا جائع وتعبان مسحت أمي على شعره فألقى برأسه في حضنها ولكنه رفع رأسه بسرعة وصرخ بصوت يشبه صوت ديك نبت له عرف جديد صوص صوص كان الصوص الصغير بريشه الأصفر يركض باتجاهنا صرخنا كلنا بفرح قالت أمي انظروا إلى منقاره الصغير وريشه الأصفر ثم سمعت أبي يقول بنبرة اكتشاف لما لا نبحث في الحاكورة لابد من أن تكون أمي هناك من حيث جاء الصوص هذه الفقرة تتحدث عن محاولات الأب في إيجاد منفذ أي مخرج للوصول إلى مكان الجدة والإطمئنان عليها ثم بعد ذلك اكتشافهم مكان الجدة بعد رؤيتهم الصوص الصغير الذي دلهم على مكانها عندما جاء من الحاكورة أما المعاني التي تضمنت هذه الفقرة منفذا مخرجا أرهقنا بمعنى أتعبنا ركضنا وراء خطاه المتتابعة ركضت قبلهم كلهم كنت أحلم برؤية الجدة بثوبها المخملي ووجهها الممتلئ المحمر انفرجت أسارير أبي وهو يشير إلى الجدة وهي تغفو على تراب الحاكورة تحت التينة الكبيرة وكانت الصيصان الصغيرة تغفو تحت أجنحة الدجاجة بريشها اللامع وعرفها الأحمر الجميل استيقظت الجدة فصبقت أبي وارتميت في حضنها كان لحضنها رائحة تشبه رائحة أوراق التينة والتراب ثم قلت للجدة بصوت مليء بالرجاء أرجوك اتركيني أنام مثلك على تراب الحاكورة ولا تخبري أمي أرجوك ابتسمت بفرح وضمتني إلى صدرها وهي تنهض نحو بوابتها الكبيرة ووجهها الممتلئ المحمر يفيض بالسعادة الفكرة يظهر في هذه الفقرة حب الجدة للأرض والدار كذلك حب الأولاد الشديد لجدتهم المعاني التي وردت في الفقرة السابقة ثوب مخملي ثوب من نسيج له وبر انفرجت أساريره بمعنى ظهر السرور على وجهه أما الاستخراجات الحاكورة مضاف إليه تحت ضرف مكان اتركيني فعل أمر والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به يشغلني كل شيء في بيت الجدة العقود والخزانة الخشبية في الحائط بزخارفها والمكتبة الخشبية التي تضم كتب أبي في الكلية والسرير الكبير المصنوع من النحاس وله ناموسية بيضاء وأخيرا البئر التي ترتعد أمي خوفا كلما قررت الجدة أن تحطر لنا الماء منها كامت تضمنا إليها وتتمسك بنا خوفا من أن نطل من باب البئر المفتوح كل ما يحتويه بيت الجدة عجيب نتوقف عنده ولا تتوقف أسئلتنا المنهمرة على رأس الجدة وفي اليوم الثاني سمحت لي الجدة أن أنام إلى جانبها تحت التينة على تراب الحاكورة تنشقنا معا رائحة جذور التينة العجوز المتغلغلة بتراب الحاكورة الفقرة الأخيرة هنا تتحدث هذه الفقرة عن منزل الجدة وما فيه من أمور تشغل العقد نأتي إلى المعاني العقود المباني القديمة التي يظهر فيها شكل القوس مفردها العقد ناموسية نسيج رقيق يعلق فوق السذير وقاية من الذباب والناموس تغلغل في الشيء تعني دخل فيه أما الاستخراجات أن تحضر فعل مضارع منصوب بأن العقود مفردها عقد جمع تكسير التي اسم موصول نأتي الآن إلى الصور الفنية التي تضمنتها الفقرة الأخيرة عبارة ولا تتوقف أسئلتنا المنهمرة على رأس الجدة شبهت الكاتبة الأسئلة الكثيرة التي يطرحها الأطفال على جدتهم بالماء المنهمر العبارة الثانية تنشقنا معا رائحة جذور التينة العجوز المتغلغلة بتراب الحاكورة شبهت الكاتبة شجرة التينة الكبيرة المتغلغلة في التراب بالعجوز وهنا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم أرجو أن تكونوا قد استفدتم ودمتم سالمين شكرا للمشاهدة